مرحبا بكم أصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة English State الأوفياء في هذا الدرس الجديد والذي سوف نتعلم من خلاله بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية كما ترون لدينا هنا كلمات وتقابلها كلمات أخرى ونحن سوف نصل الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية وحينما نصل الكلمة الأولى مع التي تقابلها بشكل صحيح سوف يتكون لدينا معنى إذن غالبا ما نجد هذه الكلمات تأتي معا في سياق معين لكي تدل على فكرة ما أو مصطلح ما هذا ما سوف نكتشفه إذن بدوركم أيضا حاولوا الاجتهاد وحاولوا أن تركزوا مع هذه الكلمات إذا شئتم أوقفوا الفيديو وحاولوا أن تصلوا كل كلمة مع الكلمة التي تناسبها وبعد ذلك شغلوا الفيديو وشاهدوا الإجابة إذن قبل أن نبدأ لايك للفيديو كالعادة والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد وكنتم مهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا جميلا إذن تفاعلكم مع الدروس مهم جدا يساعد القناة لكي تظهر لأكبر عدد ممكن من المهتمين لتعلم اللغة الإنجليزية إذن فضلا شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة ودون أن نطيل عليكم هيا إلى الكلمة الأولى وهي health إذن health تعني الصحة health health إذن هنا تناسب هل تناسب investment؟ نقول health investment care energy justice change إذن بماذا نصل health؟ نصلها مع yes كما قلت إذا أردتم أن توقفوا الفيديو لكي تفكروا وتأخذوا وقتكم الكافي للتفكير في الإجابة الصحيحة إذن health تذهب مع care إذن care هي الرعاية والاهتمام health care تعني الرعاية الصحية health care الرعاية الصحية تعني health care رائع money وهو المال money إذن نقول money ماذا نختار بماذا نصل money نصلها مع investment yes money investment investment هو الاستثمار money investment تعني الاستثمار المالي money investment إذن health care money investment social تعني اجتماعي social social ما هو اجتماعي social energy social justice social change women help children or rights إذن نقول social yes social justice بمعنى justice هي العدالة social justice العدالة الاجتماعية social justice social justice العدالة الاجتماعية health care money investment social justice نأتي إلى renewable 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 تائما ما تأتي re قبل الكلمة مثلا نأخذ write وهي أن يكتب قد نجد rewrite أعيد الكتابة rewrite rewrite إذن re أحيانا تأتي قبل الكلمة أو قبل الفعل لكي تدل على إعادة إذن renewable energy change women help children or right إذن نقول renewable yes energy الطاقة المتجددة إذن لدينا هنا renew able able هي القدرة new جديد re تدل على التكرار repetition إذن renewable 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 energy بمعنى الطاقة energy الطاقة ألف متجددة renewable energy جميل الآن مع global 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 تعني كوني global global إذن global change women help children or rights ماذا نختار وبماذا نصل global نصلها ب yes ب wormen global wormen تعني الاحتباس الحراري wormen الحرارة و global تعني كما قلت الكون الذي نعيش فيه global wormen الاحتباس الحراري أوكي global wormen climate climate تعني yes تعني مناخ climate climate هل نقول climate change or climate health or climate children or climate right بطبيعة الحال نقول climate change وتعني التغير المناخي climate change climate change التغير المناخي نصل الى financial 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 تعني مالي financial اذا financial help financial children or financial rights اذا نقول financial help وتعني المساعدة المالية financial help المساعدة المالية نأتي الى human human وتعني انسان human human هل نقول human children or human rights اذا نقول صحيح نقول human rights بمعنى حقوق الإنسان اذا right هي الحقوق human rights human rights اوكي جميل بقي لدينا homeless و children homeless تعني لا منزل له اذا لدينا هنا home و less مثل job و less job هو عمل و less بدون عمل كذلك homeless بدون yes بدون منزل job less homeless إذا نقول homeless children وتعني الاطفال المشردون homeless children الاطفال الذين لا منزل لهم homeless children إذن نعيد health care الرعاية الصحية money investment الاستثمار المالي social justice العدالة الاجتماعية renewable energy الطاقة المتجددة global warming الاحتباس الحراري climate change تغير المناخي financial help المساعدة المالية human rights حقوق الإنسان و homeless children الأطفال المشردون إذن هذا هو كل ما في الأمر آملوا أنكم قد استفدتم من هذا الدرس وآملوا أن تكونوا قد كتبتم أيضا هذه الكلمات لأنها كلمات تبقى مهمة جدا وإلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد شاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعمل فائدة ولايك للفيديو وإلى درس مقبل باي ترجمة نانسي قنقائق ترجمة نانسي قنقائق ترجمة نانسي قنقائق ترجمة نانسي قنقائق